بخطوات وإيدة في ضرب الآلام وإقامة قداس احتفالي في كنيسة دير المخلص اختتمت يوم السبت أعمال المؤتمر الثالث الدولي لمفوضي الأرض المقدسة فبعد لقاءات دامت أسبوعا اختتمت بلحظات صلاة في الأماكن التي قدسها السيد المسيح إنها توصية ختامية قدمها الرئيس العام إلى جميع الحضور فقد حث المفوضين في كلمته الختامية على محبة يسوع وتطبيق كلمة الله وأن يكون الإنجيل قاعدة لحياتهم قال الأب كربالو مع هذه الحساسية في القلب فإن الحراسة لا يمكنها أن تكون إلا في مركز نشاط المفوضين الذين يتوجب عليهم دعمها والتعريف بها إنهم جزء هام من الإرسالية لأجل الأرض المقدسة إنهم الإخوة الرهبان في أسقاع المسكونة والذين يعملون من أجل الأرض المقدسة أريد أن أقدم لهم الشكر الجزيل من أعماق القلب لقاء الأعمال التي يقومون بها من أجل لؤلؤة الإرساليات أيها الحراس افتحوا أبواب مناطقكم وحراساتكم إن العطاء أكثر غبطة من الأخذ كما قال بولوس الرسول يجب أن يبذل كل من ما بوسعه لخدمة الآخرين في المقاطعات المختلفة فالمقاطعات التي تعيشون فيها والتي تعطي تأخذ أيضا والمقاطع التي تنغلق على نفسها سوف تموت كان في مركز الأعمال دور ومهمة للإخوة الأصاغر في خدمة الأرض المقدسة وواجب الإعلام في إعلاء شأن الأماكن المقدسة وأهمية العلاقات مع الأبرشيات والجماعات الكنسية العالمية هذه المواضيع التي تطرق إليها الملخص الختامي كمشروع للرئيس العام علبة يجب ملؤها وإتمام محتوياتها وتنظيمها لا نتحدث هنا عن محافظتهم على الأماكن المقدسة فحسب فأينما يحل المرء يقول هنا مسقط رأسه ولد هنا وعاش هنا ومات هنا وبالتالي تتمتع هذه الأماكن بخاصية مميزة ولكن من رسالتهم كذلك الحفاظ على تلك الحجارة الحية والتي هي الجماعة المسيحية التي تحاول بذل جهودها للبقاء هنا وتكثيف وجودها وإيمانها نقترح نحن الفرانسيسكان كشهود وكنهج لحياتنا قيادة الحجاج خلال مسار نعرضه لكي يدخلوا التجربة التي خاضها القديس فرانسيس وقام بها العديد من الحجاج والمسيحيين عبر القرون إنها تجربة غنية تحيي الروح والنفس بطريقة ما أصبح هؤلاء حجاجاً عندما تجمعوا بعد ظهر الجمعة ليسيروا في درب الصليب إنها ذات الدرب التي اقترحها القديس فرانسيس وعليها سار المفوضون على ذات الحجارة التي داسها يسوع حاملاً صليبه قبل أن يصل إلى موته ومن ثم دفنه في صباح السبت أقيم القداس في دير المخلص وترأسه الرئيس العام وحارس الأراضي المقدسة تلك هي رسالتكم قال الأب كربالو في عضته إنها تأتي لتشجيع إيمان الحجاج المختارين من الرب مهيئين قلوبهم للقاء يسوع شخصياً وبطريقة ما يلتزمون جميعاً في شخصه العظيم في نهاية اللقاء تسلم الحاضرون شهادات وبعض رموز الحراسة لمشاركة في هذا المؤتمر وكانت الرسالة التي حملها المفوضون في نهاية المؤتمر تعزيز ومواءمة الرسالة للأزمنة الحديثة ولحاجات الكنيسة المتطورة والعمل على المحافظة على مظهر لائخ دون إهمال أبداً إننا في مركز المفوضية في كاركوفيا وفي مزار القديس كيزيميرو نحتفل بالقداس مع إخوتنا الرهبان وأصدقاء الأرض المقدسة من أجل الحراسة ومن أجل السلامة في الشرق الأوسط